الطفولة في مناطق الصراع عنوان ذو حساسية يحيل إلى الذهن مآس تعانيها فئة الأطفال الأكثر تضرراً من الحرب وتحت هذا العنوان أقيم مؤتمر دولي في مدينة إسطنبول بالشراكة بين مخبر انثربولوجيا الأديان في الجزائر ومركز البحوث والتدريب والتطوير الاستشاري التركي برعاية بلدية إسطنبول الكبرى يأتي مؤتمر الطفولة في مناطق الصراع من أجل مناقص قضية مهمة جداً وهي العنف الذي تعرض له الطفل في مناطق الصراع نعرف أن منطقة الشرق الأوسط مؤخراً تعاني من ويلات كثيرة وأهم شريحة تعرض لهذه المشكلة هي الأطفال خبراء وباحثون من الوطن العربي ومن دول العالم اجتمعوا في هذا المؤتمر لتقديم أوراق مشاريع لإيجاد حلول لمعاناة أطفال الحروب سواء في بلدهم الأصلي أو في البلدان التي لجأوا إليها نركز أكتر شيء على مواد اللي ممكن تعلمهم كيف يحنوا أنفسهم من التجنيد من العنف الجنسي من العنف الجسدي ولم تغب عن أجندات المؤتمر قضية عمالة الأطفال تحت السن القانونية التي باتت منتشرة على نطاق واسع نتيجة الفقر الذي خلفته الحروب إن عمالة الأطفال أيضا واستغلالهم في هذه الظروف لسيما في المجتمعات التي تسودها الصراعات تكثر فيها هذه الأشكال من الاستغلال الأخطار التي يتعرض لها الأطفال وبينما تحاول الأصوات المطالبة بحقوق الطفل إحداث أثر إيجابي في هذه القضية تستمر سلطات بلدان الصراع في اضطهادها للأطفال وتركهم ضحية للآثار النفسية التي خلفتها الحروب هل هناك دراسات في العراق رفعت هذه المعاناة عن المرأة وهيئتها كمربية للطفل؟ من خلال الطلاعي المحدود لن أرى هذا النوع من الدراسات ولا أرى هذا النوع من التنمية ويبقى الأطفال يستصرخون الضمائر الحية لعلها تنقذ براعم الطفولة من لهيب حروب لا شأن لهم بها ورغم ذلك صاروا أكبر ضحاياها